فاكرين احنا عرضنا الاسبوع اللي قبل اللي فات مقالة على ذكر بقى التفاعل العربي وبنحاول بقدر الامكان يكون مالك مكتبة نافذة لهذا التفاعل العربي من قبل الاشقاء المحبين للنادي الاهلي والمقدرين اللي قيمته ونموذجه شفنا الستاذ احمد الشمراني الكاتب والنقد الرياضي السعودي وهو بيقول بقول لمشجع الاهلي عليك مسئولية كبيرة وانت تشجع الاهلي وانت تتحدث عن الاهلي وانت تعبر عن مشاعرك عن الاهلي ده الجمهورنا بجد وانت بتعبر عن مشاعرك كاهلاوي محب النادي عنده هذه القيمة لا عليك مسئولية طبعا الانجراف والتحفيل والإساءات والخروج عن نص والمعايرة والمكايدة وكل السلبيات دي هذه ليست من مكونات محب النادي الاهلي والله لا أتشائم أستاذ إبراهيم إلا لما نغمة التحفيل عندنا تزيد طبعا بتشائم سلوك أصلا يعني أنا ليه أدوس عليه قدامي صحيح ليه ليه التعالي ده هذا ليس نموذجا أهلويا التحفيل ده له مجالاته في أعداد الشلل والإصحاب لكن يبقى نهج على السطح العام ليس هذه ليست بطولة البطولة أنك إنت لما تبقى كسبان تشد على أيدي الخسران وتقول له will play the hard luck وأنت تعنيها وأنت خسران ما يهزكش تحفيل التحفيل لغة الصغار إحنا النادي الأهلي مش محتاج أنه حفل على حد لأنه بيفرح بإنجازاته ما بيفرحش بفشل الآخرين ودي المسؤولية يا جماعة دي المسؤولية اللي غلبنا كتير في مالك وكتابة وإحنا بنأكد عليها عليك مسؤولية كبيرة وأنت بتحب الرياضة وأنت بتحرص على قيم الرياضة وأنت عايز تستمتع بالرياضة وأنت بتحب نموذج النادي الأهلي لأن النادي الأهلي تاريخياً بصوا النادي الأهلي لسنة ٢٨٨ ١٢٨ وقف نص الفرقة بما فيهم كابتن الفرقة وأبو الكورة في مصر وقتها حسين حجازي وكابتن حتى المخاتسة بجملة عشان خرق المبدأ الرياضي عشان خرق المبدأ الرياضي ومرضيش يطلع يسلم ميدالية المركز التاني في نهاية الكاس مع الترسانة شوفوا الحرصة على قيم الرياضة أنت لازم أن تبارك للفريق اللي انتصر ولازم أن ترضى بالنتيجة ولازم أن تحترم المنافس هو ده النادي الأهلي بجد وزي ما أشار المهندس عادلي ما هو ٨٥ الكابتن حسن حمدي بيقف فرقة بالكامل ما فكرش فيها سواء أنه فيه ناس مش يتغلط لازم أن تتعاقب وهكذا في كل مجلس إدارة حتى مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب في كل مناسبة بيأكد على المبدأ وبيحافظ على الفكرة ويعلق قيمة الكيان لأنه ده إعلاء لقيمة الوطن النادي الأهلي ما بيمنسلش نفسه النادي الأهلي هذه البقرة المشعة لمحيطه العربي والقاري كل الناس بتنظر لقيمة النادي الأهلي أن مصر الغالية أنجبت هذا النادي العظيم تأكيداً تأكيداً اللي إحنا بنقوله ورسالتنا إن إحنا دائماً ما نختلفش مع الكاتب على المكتوب ودائماً بالوصائق بعض الأخوة في العرب اللي إحنا انتقضنا أداءهم لما تجاوزوا في حق الأهلي بدون دراية رجع يقولهم كلهم تواصلوا تقريباً اعتذروا وقال إحنا مكناش شايفين الصورة كده